بكم معي في وصفة جديدة من مطبخ شيرين هنعمل بقى النهاردة كنافة النابلسية او كنافة بالجبنة بجد تحفة جدا وطريقتها سهلة قوي يعني بدل ما تشتريها من بره هتجهزها في البيت بعشر دقايق بس شايفين الجبنة سايحة بجد وطعمها تحفة يلا بقى نشوف عملناها الزاية ريت ما تنسيش اللايك والشير وتعملي اللي فولة عشان نشوفي كله وصفاتي بسم الله هنا معي كده جبنة عكاوي هبشرها كويف هبشر الجبنة وهننقعها لمدة 6 ساعات في مية وكل نصف ساعة هنغير المية وإحنا بننقعها عشان الملح ينزل منها ويتبقى ما فيهاش ملحة خالص يعني هتفضل يتغير المية واتدقيها لحد ما تلاقي كده المية ما فيهاش اي ملح وهنخرط معها برضو الجبنة المتزرلة في اخر مرحلة معي هنا كنيفة هنقطعها بقى كده قطع صغيرة لو انت كنيفة بتاعتك في الفريزر هتكسريها تتكسر معاكي اسهل لكن دي كده فريش وبرضو هقطعها واستعملها عادي هنحتاج بقى سمنة بلدي طبعا الكنيفة احسن نتيجة لها بالسمنة البلدي ومعي هنا بقى سمنة سيحتاجة كده في الميكرويف على قد طبعا الكنيفة بتاعتك هتحددي كمية السمنة معي هنا لون اورنج دوبته كده في السمنة هدهن بقى كده الصنية جبت صنية الامونيوم وهدهنها كده بسمنة عشان لما يجي اقلب الكنيفة بتاعتي تتقلب معي كده بسهولة هنحط بقى السمنة على الكنيفة ونقلبها ونحط عليها كمان معلقة من الشرباط معلقة الشرباط دي بتدي لون حلو كده للسمنة وده الشرباط بقى التقيل اللي احنا عملنا لكل الحلويات بعد كده ما فرجت السمنة اه في الكنيفة مع معلقة الشرباط هبتدي بقى ان انا اوزع كنيفة بتاعتي طبقة واحدة اه في الصنية كده وبحاول ان انا اضغطها على قد ما اقدر جبت كيس كده بفرده وبجيب صنية حجمها اصغر من الصنية بتاعتي وببتدي بقى بكل قوتي بحاول ان انا اضغط على الصنية عشان كده تبقى ايه اه متساوية وقطعة واحدة زي ما هتشوفه دلوقتي ودي طريقة المصانع بيعملوا كده وبيضغطوا عليها كده بصنية او طبق لحد كده ما بقيت متساوية معي خلاص الجبنة بقى خلاص كده اتضبطت معي وصفناها كويس من المية وخلطنا معي الجبنة الموزاريلا اه بنحط الجبنة كده في النص وبنحاول نخلي فيه فرق كده اه سنتي كده لبرة لان الجبنة طبعا لسه بتسيح وبتمدل برة فما تحطيش الجبنة على الاطراف يعني حاولي تخليها في النص بس هنشوف بقى طريقة التسوية هنسويها بالزبط في عشر دقيقة مش تاخد مننا وقت خالص على عين البتجاز نولع نور هادية ونفضل نلف الصنية كده من الحروف لحد ما نلاقي الجبنة صاحة كده بالشكل ده والاطراف بتاعت الكنافة بدأت تحمر يبقى هي كده جهزة معينا هناخدها بقى نقلبها ونحط عليها بقى الشربات التقيل بتاعنا اللي احنا مجهزينه طبعا لازم تتاكل بقى وهي سخنة عشان الجبنة تبقى سايحة بزينها كده بشوية مكسرات ممكن تحطي عليها اي حاجة او تاكلها كده زي ما هي بجد تحفة وبكده بقى وصلنا لهاية الفيديو يارب يكون عجبكم اشوفكم في فيديو جديد مع السلامة اشتركوا في القناة